خلينا بقى ننتقل دلوقتي ونروح مقر جريدة الجمهورية ومرستتنا مريم سميح ونتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية ومعاها الأستاذ حسام الغربوي الكاتب الصحفي بيئة الجمهورية مريم في البداية بصبح عليكي وأول حلقة أنت معنا في عشر صبح في الأهلي بعد الأجازة فصبح الخير عليكي وقللنا لأن احنا معنا منشطات أعتقد في غاية الأهمية بداية مع موسيماني والمنشطة اللي بيتحدث أن موسيماني حديث الساعة فضالي صواح الخير يا نهواند طبعا يعني بصبح عليكي بعد غياب طويل عودا حميدا حمد الله على السلامة وحمد الله كمان على سلامة عشر صبح في الأهلي يمكن وحشني قوي صواح الخير يا كريم صواح الخير يا نهواند احنا يعني صراحة بقينا مشهورين بيها في كل مكان وأكيد زميل هيوافقوني الرأي يعني طبعا أنتوا كنتوا بتطلوا علينا من خلال أهلي في رمضان ولكن يعني عشر صبح في الأهلي ليه معزة خاصة عندنا كده في قلوبنا فحمد الله على السلامة وكل سنة وكل مشاهدين قناة الأهلي بخير وكل سنة وان طيب وانا ها وانت طيبة يا مارين طبعا زي ما انت قلت الجولة الصحفية الأولى من داخل جاريت الجمهورية عقب انتهاء شهر رمضان يعني هيكون بيساعدنا طبعا يكون فيها معانا الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجاريت الجمهورية ولكن خلينا الأول نق نظر على العنوين اللي هتكون معانا في هذه الجولة البداية من جاريت الجمهورية موسماني حديث الساعة الجنوب إفريقي يثير القلق لم نتأهل ومن بوابة أخبار اليوم قمصان اللقب العاشر ينتظر الأحمر كمان من اليوم السابع تحد الكرة بيدرس قيد 30 لاعب قوائم بسبب ضغط المباريات وخمسة تحت السن والعنوان الأخير اللي هيكون معانا النهاردة في الجولة الصحفية من موقع الشروق استطلع نحو 60% من اليابانيين يرون ضرورة إلغاء أولمبياد توكيو بسبب كورونا طبعا كل هذه العنوين يسعدنا أن نتناقش فيها زي ما نوهت فيه بداية فقرتنا الصحفية النهاردة مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجاريت الجمهورية بصبح عليك طبعا كل سنة حضرتك طيب وحمد الله على السلامة طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي وحضرتكم طيبين وجميع محب النادي الأهلي وقناة الأهلي وكل الإخوة الزملاء فيها إن شاء الله طبعا من جريد الجمهورية يمكن علوان الأبرز هو يعني موسي ماني هو حديث الساعة يمكن كان لي بعض التصريحات اللي تسببت في قلق لجمهور الأهلي بسبب يعني بعد طبعا يعني النجاح في تحقيق الفوز على سنداونز بثنائية نظيفة قال إنه يعني لسه المشوار لسه لم نتأهل كمان الفريق لم يحسم التأهل بعد وفي معركة كبيرة جدا في انتظار النادي الأهلي يوم السبت المقبل كمان قال إنه هو محتاج يحسن أداء الفريق الدفاعي من وجهة نظر حرتك شايف إن النادي الأهلي محتاج إيه للتأهل طبعا إحنا الأهلي الحمد لله إنه هو كسب بهدفين نظيفين هنا في القاهرة وإن شاء الله يعني هدف هناك بإذن الله أكيد هيحل القصة خالص وإن شاء الله يتأهل بقوة وإن شاء الله بإذن الله يتوق به البطولة العشرة بإذن الله والنادي الأهلي هو أد إن شاء الله المهمة إحنا مش عايزون نقول صعب ولكن هو بإذن الله هنبارك له يعني إن شاء الله ولكن طبعا إحنا هو مسماني واقعي ومسماني مش عايز لإن طبعا بعض اللاعبين أما بيحس إنه هو خلاص يتأهل أو كسب حتى لو في المباراة الوحدة بالله لو الشوط الأول قدر إنه مثلا يحرز هدف أو كده ممكن بيلاقي لو اللاعب تراخش هو ممكن يتعادل وممكن المطش بيروح فهو مسماني من وجهة نظره إنه هو عايز يدفع اللعيبة ويرفع من روحه من المعنوية ويأكد إنه ما زالت لسه إحنا ما تأهلناش لازم يتطم إنه هو فيزم المباراة الجاية إن شاء الله وده شيء طبيعي جدا من راجل اللي هو عنده خبرة وفاهم خاصة إن الفريق ساندونز هو اللي أسسه مسماني والمدير الفني هناك هو كان المساعد ليه ورغم ذلك احترام مسماني وده شيء طيب يحسب له ليه الفريق الخصم إنه هو حتى راح بدري خمس أيام عن المباراة أو أكتر من يوم بحيث إن اللاعبين إنه هما يحسوا بالجو هناك ويعتدع ليه خاصة هيبقى المباراة في وقت صعب بالنسبة لللاعبين فشيء طبيعي إنه هو هيديهم الدفع على المعنوية دي من خلال إنه أنا أقلق لازم لازم أقبزل أقصى مجهود ممكن اللعيبة تركز زي ما كان طلب من حسين الشحات في بعض المواقف ومنفسي طبعا اللي كان مطلوب منه خاصة في إكمال الهجمات وتنفيذ المهام أكلت ليه وطبعا بالتالي إنه إحنا طبعا أغاية نزل بشكل طيب طبعا بمبارك له إنه هو نزل ورجع تاني للمشارقة القوية وده شيء طبيعي إنه هو هلم جميع اللاعبين بقوة خلف الفوز يعني أنا شايف إنه هو بيحسوهم بقوة إنه إحنا لازم نفوز بالمبراجة إحنا يا جماعة ما تأهلناش إحنا يا جماعة لسه في خطر لإن إحنا لو حسنا بالخطر إحنا هنلعب على ملعب غير ملعبنا جمهور غير مصر فشيء طبيعي هتبقى ضغطي نفسي رهيب فلازم أنا ما حس بالمسئلية شيء طبيعي إنه أنا هابزل قصارة جوهدي وإن شاء الله نبارك لنا دي الله يمكن كابتن سامي وصن كان فيه بعض من الأريحية في التصرحات طبعا عامل حساب كبير للمباراة ولكن كان شايف إنه يعني مسماني كان أدى إلى جهزية كبيرة جدا للعبين وده يمكن مدي أريحية شوية إنه يحقق الفوز أو يضمن التأهل خلال المباراة المقبلة شيء طبيعي إنه دي الأهلي نادي كبير وعنده أوراق ربحة كتير إحنا ما شوفنا حسين الشاحات ما فيش جونيور أغاية موجود أما ربيعة حصل له مشكلة نزلنا بداله ياسر إبراهيم عندنا طهر محمد طهر شوفنا صلاح محسن يعني بصراحة بيقلب الموازين في خلال ثواني بسيطة جدا عندنا طبعا بقية التيم شوف السلية كان بصراحة أدى مباراة طيبة ومسلماني طبعا شكر فيه بشكل كبير جدا كل ده بيعطي الفرحة والقوة أو الروح المعنوية للي شغالين معاه للمديرين اللي بيساعدوا المسلماني وشيء طبيعي هو لازم يقول كده لإنه زي ما المسلماني بيقول يا جماعة خلي بالك روح نسمع تلاش لازم حد معاه تاني يدي الروح المعنوية إن إحنا جماعة إن شاء الله هنكسب شرط إن إحنا نسمع تعليمات أو نفس تعليمات الجهاز الفني بقوة لإن ما ينفعش النادي الأهلي بإذن الله بتاريخه العظيم وتالت أنديات العالم ما ينفعش إن البطولة راح خاصة أنه قريب منها جدا فشيء طبيعي إن كابتن سامو أمصان يتكلم كده لرفع الروح المعنوية واللي اللعبين يمكن سريعا عايزين نتطرك لدراسة اتحاد الكرة لإستمرار قوائم الأندية بتلاتين لاعب في الموسم المقبل وخمسة تحت السن خاصة هناك توقف طبعا يعني سواء في شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر كمان ديسمبر فعايز عارف رأي حضرتك كمان يعني بطولة أفريقيا الكاميرون عشرين اتنين وعشرين وكمان كأس العالم في يونيو عشرين اتنين وعشرين في حال التأهل شايف المشهد إزاي ودراسة كمان يعني استمرار القائمة الأندية بتلاتين لاعب وكمان خمسة تحت طبعا هو دي جد بعد طبعا ما الأندية كلها زي ما بنقول كده لفتت الأنظار لأن اللاعبين أجهدوا بشكل رهيب يعني احنا بنلاقي الجهاز الفن الأهلي حتى اشتكى أن ساعات مبقاش في وقت ليه التدريب من قطر قرب المباريات الدورية مع البطولة الأفريقية مع احنا داخلين كمان صور الأفريقي مع نهضة بركان إن شاء الله يوم تمانية وعشرين فكل ده ضغط رهيب بيخلي اللعيبة لا تتحمل إحنا عرفنا طبعا إن السلية أفشى حصل لهم إغماء فطبعا ده لو حصل ده غير طبعا شوف علي معلول كان عنده إصابات سعد سمير كان بقاله فترة كبيرة جدا يعني حمد فاتحك كتير من اللعبين لازم بقى فيه بودلاء أقوية يسندوا الفرق عشان البطولة يبقى شكلها محترم ويتكمل مع الضغط الرهيب لجميع المسابقات عشان بيشارك سواء اللعيبة اللي بتروح المنتخب وبتشارك في أفريقا بشكلها مستحيل إن هي بصراحة تقدر تتحمل الجهد البدن رهيب ممكن اللعب نفسه يحصل له شوك أو يحصل له أي مثلا شد عضل شوف الخلفية أو أي حاجة بتحصل لللعب أي إصابة بنقعد بها شهور شوف علي معلول بقى لو ده شهور طويلة جدا وغيره 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 فبصراحة هو قرار إن شاء الله هيساعد كتير الفرق وأنا بصراحة معي بشكرك جدا أستاذ حسامنا وورتنا وشرفتنا على شاشة قناة النادي الأهلي طبعا يعني زي ما شفنا دي كانت جولتنا الصحفية من داخل جريت الجمهورية مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقض الصحفي بجريت الجمهورية بشكركم جدا العودة للستوديو مرأو وإحنا كمان بنشكرك جدا على هذه التغطية وأرجوك كمان تشكرين الأستاذ حسام الغرباوي شكرا لك يا مريم